وفي الضفة الغربية أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي وحالات الاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في عدة نقاط تماس مع الاحتلال في جمعة الغضب الثالثة بعد المسيرات التي انطلقت في مختلف مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية تأكيدا على رفض قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها قبل يومين من حلول عيد الميلاد المجيد احتفل ابناء نابلس بالعيد على طريقتهم رغم اصرار الاحتلال تنغيصه عليهم بقنابل الغاز والرصاص المطاطي ميري كريسماس كتبت فوق رؤوس المتظاهرين تهنئهم بالعيد وببطولتهم واصرارهم فيما اجتمعت بركة صلاة الجمعة وسلام المسيح عليه السلام لتنقذان هذا الشاب من بين عجلات الجبات فلسطين والكورس عاصية منذ الابد وستبقى عاصية على كل من يدخلها من غير اهلها فلسطين كانت ومازالت وستبقى مقبرة للغزاء نابليون تقريبا احتل العالم لكن تحطمت امال نابليون تحت اسوار عكا وعلى ارض حطين والصليبيون مدبرين وتحت وفي عين جالوت تقلمت اظفار هولاكو ففلسطين كانت ومازالت وستبقى عصية على كل احتلال يأتي اليها القدس قضية وجود قضية استعمار جديد تفرده الولايات المتحدة على القضية الفلسطينية وعلى فلسطين التاريخية نحن على الحواجز حوارة بكل قواطع الضف الغربية والوطن المحتل نقول لا لاحتلال ونعم لانهاء الاحتلال هذا العمر تمناه المتظاهرون مديدا لاحد الفلسطينيين الذي اصر ان يحتفل بنصف قرن من عمره الفلسطيني بالقرب من المتظاهرين وبين رصاص القناصة هي رسالة التي تؤكد على فلسطينية هذه الارض وعاصمتها القدس الشريف انا اليوم جيت احتفل في هذا المكان لانه هذا اشرف مكان هنا مكان مواجه هو اشرف مكان وبالتالي ما فيش احسن من هذا المكان ان احتفل فيه شعبنا الفلسطيني سنواصل النضال حتى زوال الاحتلال حتى تحرير القدس كل فلسطيني له دور في النضال كلنا مطلوب منا ان نقف وجه هذا المحتل سنواصل الكتال هنا تحتدم المواجهة هنا النضال الحقيقي على الحواجز مع دخول التصعيد في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة أسبوعه الثالث باتت جمعة الغضب تبرز الإصرار الفلسطينية الرافض لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامبا الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال كل من في ميدان المواجهة يؤكدون بحجارتهم على أن القدس فلسطينية وستبقى فلسطينية من شارع القدس جنوب مدينة نابلس المحتلة حافظ أبو صبرى رؤيا